السلام عليكم ورحمة الله في الفيديو الأخير من تجربة DSP في الفيديوهات اللي فاتت لما تكلمنا عن السيجنل عرفنا إزاي نجنريت السيجنل سواء سينوسويدل أو راندم عرفنا إزاي نسجل السيجنل عرفنا إزاي نقرأ السيجنل من جهاز الكمبيوتر وعرفنا إزاي نخزن السيجنل كل دوت أنا تعاملت فيه معه السيجنل بعد كده عرفنا إزاي نسمع السيجنل دي أو نرسمه في الـ Time domain أو نرسمه في الـ Frequency domain بعد كده اتكلمنا عن الـ Systems واتفقنا ازاي نطلع سيستم سواء اف اي ار او اي اي ار ونتأكد ان هي ستيبل تمام ونطلعها يا اما تكون لو باس فلتر او هاي باس فلتر او باند باس او باند ريشكت كل دوت احنا اتكلمنا عليه وكل ده انت ممكن تعمله بالرجوع للفيديوهات اللي فاتت كده اللي نقصني ان انا عندي سيستم وعندي سيجنال كدخل عايز بقى اطبق السيجنال دي ادخلها ليه السيستم ده واشوف الخارج بيساوي كام طبعا الحاجة دي بتتعمل بمنطقة البساطة ن�رجع في الاخر فلتر فالفلتر دو ماهو الا اي ماهو الا b واي والسيجنال بتاع تدخل اللي انا جايلي دي هي الاكس فاروح السيد عيد اللي اسمها فلتر جوه الاكس فقول له y بتاعت الخارج بيساوي فلتر بين ly bei well a well x انا كده اديت للفلتر دوت الدخل اللي هو اسمه اكس واستísimo منه الخارج اللي هو اسمه y دلوقتي بقى انت ممكن تطبق الكلام دوت على اكثر من تطبيق انا هقول لك هنا تلات تطبيقات احل معاك واحدة واتنين انت اتفكر فيهم مع نفسك اول واحد دوت هو سهل جدا انت تروح على البرنامج متلاب وتجينيريت تو سينيسويدل سيجنالز واحدة مثلا بتردد 300 واحدة بتردد 500 تمام وتحاول بقى تعمل لو باس فلتر مثلا والكاتف فريكونسي بتاعه 400 هرتز وتشوف فعلا هل التلتمية هي اللي هتفضل للخمسمية هتمشي ولا لأ وبعد تروح تعمل هاي باس فلتر وتشوف هل الخ ده مع نفسك وتسمع السيجنالز دي والسيجنال الخارجة توبة برضو تسمعها وترسمها في time domain وفي ال frequency domain وتبص عليها وتشوف الدنيا دي عاملة ازاي تاني تطبيق ان انا ممكن اسجل الصوت بتاعي وطبق نفس الفلتر اللي تكلمنا عليه ده فده لانا هوريهولك دلوقتي ادي الكوب بتاعي مش هتلاقي في اي حاجة جديدة يعني انا مجرد في الاول روح تسجلت الصوت بتاعي ثم بعد ذلك سمعت ال صوت وانا باسمع خد بالك الدلة بتاعت الساوند دي مش بلوكينج يعني هي بتروح تفتح ثرد دي كده لوحدها وتشغل الساوند فبيكمل البرنامج وهي بتكون شغالة فممكن لو عملت الساوند مرة كمان السوطين يدخلوا في بعض فاضطريت هنا ان انا استخدم الدلة اللي اسمها بوز عشان اوقف البرنامج لحد ما الساوند ده تيخلص بحيس ان الاسوات ما تدخلش في بعضها بعد كده خلاص بقى هكمل البرنامج عادي هرسم في time domain هجيب ال frequency domain وارسمه بعدين قلت له نعايز اعمل الفلتر بتاعي الكاتف فريقونسي بتاعه ب 1500 واستخدمت ال FIR filter ولوباس فلتر تمام فده كد هعمل لي لوباس فلتر والكاتف بتاعه ب 1500 هرتز بعد كده رسمت ال inverse response ورسمت ال frequency response بتاع الفلتر بعد كده طبقت بقى المعادلة اللي قولنا عليها ادي الفلتر عبارة عن B و A دخلت له X وخدت منه ال Y وبعدين سمعت هنا ايه ال Y مرة تانية في النهاية رسمت بقى كل تخلاص ال Y بقت معاك ممكن تعمل فيها كل اللي ايه كل اللي عملته على السيجنلز القبل كده اللي اتكلمني عليها ارسمها في time domain اسمعها ارسمها في ال frequency domain كل دوت متاح بالنسبة لك تعالى كده نعمل run ونجرب نقول ا اي جملة السلام عليكم السلام عليكم ده كده الصوت الاولاني السلام عليكم ده كده الصوت بعد ما حصل له فلتريشن فوضح طبعا ان هو شال ايه شال شوية الترددات من بعد الايه من بعد ال 1500 فلو جيت بسط على المحتوى الترددي ده كده time domain للفلتر بعد ما خلص ودوت الكاتوف frequency دوت ال frequency response بتاع الفلتر خلاص مش عايزينه وده ال imbalance response بتاع الفلتر خلاص زي ال full 100 دي كده السيجنل في ال frequency domain اهو شل لكل الترددات التردداتش خاصة غرديل لوقتي كده شل لكل الترددات اللي بعد الايه اللي بعد ال 1500 خد بالك المحور ده ما دروب فيه عشرة قص اربعة فده كده المحتوى الترددي فعلا شل لكل الايه الترددات في time domain لو جيت بسط عليهم يعني ممكن تلاحظ ان هم مش مختلفين كتير بس هو هنا ايه قللك شوية من المحتوى خد بالك هنا اعلى قيمة كتوصل لها كانت تقريبا واحد من عشرة هنا اعلى قيمة وصل لها تمانية من مية فهو قللك شوية فهنا شل لك ايه شوية محتوى من التردد اللي كانت اعلى من 1500 هرتز التطبيق التالت بقى ان عندك سيجنال بالمنظر اللي هسماهولك دلوقتي تعالى الاول هسماعلك السيجنال انا عندي سيجنال زي ما انت شايف في عبارة عن صوت وجوها صفارة شغالة معاها طول الايه طول الموضوع فالسؤال اللي عايز تقالك عليه هل ينفع نشيل الصفارة دي ولا لا ايه ايه ينفع ينفع ليه لان هي عبارة عن صفارة الصفارة دا عبارة عن بيك هتلاقيها بيك كده زهرة في الفريقونسي دومين فممكن اعمل لها باند ريجيكت وشيل مين وشيل الجزء ده طب هل هعرف بسهولة التردد دا عبارة عن كم وهل هو تردد واحد ولا اكتر طبعا دا بيجي بالايه بالملاحظة كده لو بصيت لي السيجنال بتاعتك في الفريقونسي دومين هتيجي هنا تلاقي ان هي ايه وصلة البيك كده عند الرقم عند الاكس بيسوي خمسمية يعني عند الخمسمية هرتز في عندك بيك فعشان اشيل البيك دي اتفقنا ممكن نسيب لها خمسة هرتز او عشر هرتز يمين وشمال فممكن تعمل انت بقى اجرب مع نفسك تعمل مع نفسك ايه باند ريجيكت فلتر وتشيل الترددات مثلا من اول ربعمية وتسعين لحدة خمسمية وعشرة فيطلع لك سيجنال تاخد السيجنال التانية دي خد بالك انا عندي واحدة كمان هي عندي صفارة كمان هنا عند الالف وخم ودخلها على فلتر تاني واشيل برضو باند ريجيكت واشيل الترددات من اول الف وربعمية وتسعين مثلا لحدة الف وخمسمية وعشرة فكده هقدر اتخلص من الصفارة اجرب بقى الكلام ده وشوف هتعرف فعلا انت تتخلص من الصفارة ولا او لأ وراعي هنا وخد بالك ان هما صفارتين بس مش اربعة لان احنا اتفقنا ان الفريكونسي دومين بيكون ايفن على المعيار يعني الاجزاء اللي الناحية التانية دي ما هي الا ايه هي هي هيها نفس الاجزاء اللي هناك ولكن هي ايه مراية منها ف بالنسبة لي انت لو شوق واحدا من دول ايه هي الشائل الريدي لواحده. في بعض الاحيان بحتاج ان انا ارسم الفريكونسي دومين مع الطايم دومين يعني بحتاج ان انا اظهر اقول لك ايه التردد دوى تزهر امتى في الطايم دومين الخد دك الخاسبي لك الفريكونسي دومين العادي اللي هو لما يسمناه ال eks of lk كان بيقولك فيه تردد تزهر ولا لا لا ما بيقولكش ظهر امتى هو لو ظهر بقى كتير طول السيجنل بتلاقي ان البيت بتاعته بتعلق امبلتويت بتاعه بتاعه بيعلق. انما هو سيقول لك شوة ظهر أمتى! ويجيب لك الموقع الزمان السباب الغريب! لأ انا عايز بقى اشياء تدمج ما بين الاي tasked with the 2! أنا عايز اقول لك يا نا في خلال أظهر تردددات امتى! فده الفكرة! الفكرة كلها ان انا بقسم Easy-signal وسأخذها Mart dat anlamida! على ال tempي страх! بخذها اجزاء! وكل جزء براح حوله الواحده ب тот этот transform! وأشوف الترددات الموجودة فيه! وبعدين انتقل على الجزء الليبعد! وأشوف الترددات الليبعد! في بعين تيلع الجزء بعد وهو كذلك فبقسم السيجنال بتاعتي لأجزاء صغيرة من السيجنال كده حولت الصوت بتاعي الى صورة فتعلم بص هنعمل الكلام ده ازاي بنعمله باستخدام الدلة اللي اسمها سبيك جرام بديله السيجنال بتاعتي اللي هي الاكس بديله البوينتس او الويندو اللي انا هشتغل عليه هنبقول لك هقسم التايم بتاعي كل كام سامبل مع بعض يتقسموا وروحوا يتحولوا فقلت له كله خمسمية واثناشر قال لي خلاص كله خمسمية واثناشر يبقى انا هتديك خم قيمة برضو للفريكونسي بس انا بظهر لك نص الفريكونسي بس عشان التاني ما هو الا مراية منه فيظهر لي هنا ميتين ستة وخمسين قيمة مختلفة تمام وبعدين بديله الف اس السيجنال بتاعي تعال انجرب الكلام ده على السيجنال بتاعتنا لو كتبنا كده سبيك جرام الاكس واي خمسمية واثناشر واي الف اس ورسمنا الرسمة بتاعتنا هيطلع عندنا الرسمة بتاعتنا بالمنزر اللي قدامنا دوت ادي الخطين هم ظاهرين عندي تحت خالص بالمنزر اللي قدامك ده كل الخطين دول بيعبروا عن الترد دين التردد اللي عنده خمسمية والتردد اللي عند الف خمسمية عشان نشوفهم بكام دوس على تولز وبعدين هات الداتا كيرسور الروح عند اي حتة كده وقف هنا هيقول لك ان القيمة دي اكس واي الواي هنا كانت ب الف وخمسمية عن الف خمسمية لو جيت بسيت هنا هتلاقي ان دي في حدود ما بين معموله فمش ميديك كل القيم فهتلاقي ان الواي محصولة ما بين الربعمية تمانية وستين والخمسمية وخمساشر اللي هي السيجنل بتاعتنا اللي هي الكام الخمسمية هرتز الحاجة الاخيرة اللي اقول لك عليها هل الويندو فانشن اللي انا اشتغلت بيها دي هل اصغرها عن كده ولا اكبرها ولا الموضوع بيمشي ازاي الافضل اللي انا اعمليه تعالك كده نبالغ في الارقام ونشوف التأثير بتاعها يعني لو خلنا مثلا الويندو بتاعتنا بعشرة بس وروحنا بصينا على السيجنل شكلها عمل زيها تلاحظ ان انت لما عملتها بعشرة خدت كل عشرة سامبل فيه يعني زيك كترت عدد الاي عدد السيجنل زي كتير بقوا كتير جدا اللي شكلنا على الطايم فانت سغلت المساحة بتاعت الايه الطايم بس في نفس الوقت لما اشتغلت على عشرة بس فانت لما تروح في فريكونسي دومين اتعرف تشوف خمس قيم بس للترددات فهتلاقي ان هو ايه خمس عتبات كده ان احياد لان خمسة وخمسة بيساوي عشرة هو بزرلك نص الفريكونسي دومين طب نفس الفكرة لو زودت الايه الرقم ده خليته كبير مثلا خليته بعشرة تلاف قيمة خد كل عشرة تلاف قيمة وروح تحولهم لوحدهم كده هكتر عدد الترددات والدنيا هتوبة كويسة بس هتلاقي نفسك قللت عدد مين قللت عدد اللي في الطايم انت بتقول كل عشرة تلاف سامبل وانا معاي كم عشرة تلاف سامبل يا عم فانت تكبرت اقويل ايه المساحة دي المستطيلات بقت عريضة خالص فالافضل هنا انك تمشي على حاجة ايه وسط ما بين البنين يعني مثلا خمسمية واتناشر الف اربعة وعشرين بحيس ان الموضوع يكون له لازمة ان انت تشوف الكلام دوت ويفيدك فيه الشغل بتاعك فلو رجعناها تاني خمسمية واتناشر هتلاقي ان السامبلز بتاعتك زبطت وانا كده تقريبا فاهم الايه السامبل دي بتعمل ايه اخر حاجة عايزك تعرفها موضوع الايه ازاي اجيب الانرجي بتاعت السيجنال قبل وانرجي بتاعت السيجنال بعد ما دخلت على الفلتر عشان اجيب الانرجي اصلا كنت بعمل ايه سمشا على السيجنال التربيع فالسامش انا اكتبها ان هي سم السيجنال بتاعتي مسلا القبل كان اسمها اكس فعايز اربع الايه السيجنال بتاعتي دي لو ربعت السيجنال كده مباشرة فهو كأنه هيضرب لك الاكس دي في الاكس الاكس مصفوفة فطبعا لازم عدد الاعمدة بتاعت الاولى تسوي عدد الصفوف التاني وانا عايز كده اصلا انا عايز اربع كل سامبل جوه وجمع كل الناس دي مع بعضها فعايز اشتغل element wise فبحط دوت قبل علامة لايه التربيع فكده يبقى اكس دوت اه قسة اتنين فمعنى ذلك الاكس تربيع يعمل سمشا للكلام ده فده كده الانرجي قبل ما يدخل ايه السيجنال دي على الفلتر قارن انت بقى السيجنال بتاعت اللي احنا اللي كنا شغالين عليها اللي هي فيها الصفورتين دي وقارنها قبل ما اتدخلها على الفلترز خالص وبعد اما بعد ما اطلعها من الاثنين وشوف الانرجي قبل وشوف الانرجي بعد وشوف الانرجي هل تأثرت قوي ولا لا ولا احنا عرفنا الحافظ على جزء كبير من السيجنال الكلام ده كله عايزك تبص عليه